وهذه اول بيضة لالهم وبسم الله ما شاء الله ان شاء الله نستنى منهم بيض ثاني وانتاج ان شاء الله السنة يكون انتاج يعني جميل ورائع طبعا هنتكلم في التفاصيل اكثر او كيف وضعوا البيض وهيك والفيتامينات والكالسيوم والطعام وكل الامور هذي في الفيض ان شاء الله تمام اسمعت حاجة شدتني جيت عند الطيور تبعتي واللي كنت محضر له حصل فيصل وزوجة فيصل وضعوا اول بيضة زي ما شايفين هي راقد على البيضة وتعبانة حيل الامانة تعبانة 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 شكلها كانت مقضية طول الليل وهي توضع في البيضة هذي فبدناش نخرب الليلة عليها خليها هنفرجيكم البيضة ان شاء الله في مقاطع ثانية فالمهم اللي يعني حابب يعرف ايش اللي انا سويته على اساس انه اخلي زوج طائر الكوكتيل ينتج يتابع الفيديو للنهاية على اساس انه هو يستفيد اكثر طبعا اول حاجة اتكلمنا لكم في الفيديوهات القصيرة او الريلز اساسيات واهميات اللي هو اطعام الثيور في موسم التزاوج وموسم التزاوج تكلمنا لكم انه ببدأ من شهر اثنين لشهر ثلاثة واربعة وتكلمنا يعني بما فيه الكفاية ولكن حنصرد الموضوح هذا ان شاء الله بالفيديو هذا على اساس انه يعمل اللي هو الفائدة للجميع طيب اول اشي خلنا نتكلم في اللي هو المأكل والمشرب والفيتامينات والمعادن والكالسيوم والاشياء هذه تمامي اخوان زي ما شوفين جبت الطعام والشراب طبعا هذا بزر دوار الشمس كنت اعطي لهم اياهم بصورة خفيفة على اساس انه الانثى توضع البيض وما يصير فيه بطنها يعني حشر وتنحشر البيضة وتموت فبدها زيوت فهذه الخطوة الاولى هاي زيوت الخطوة الثانية اللي هو هذا الطعام هذا بيحتوي على كالسيوم لقشرة البيضة وتكوين اللي هو البيضة فكنا نحطها هاي اللي هو الطعام الثاني والطعام الثالث اللي قلتلكو عنه اللي فيه لا الذكر منشطات شايفين هذي الحبوب اللي قدامي هذي اللونها اخضر واللونها اصفر واللونها برتقالي فهذه كلها يعني منشطات وهذه كمان برتقالي والاحمر والاصفر والاخضر كلها هذي يا اخوان وفيه كمان اللي هو زي ما شايفين هذي الطويلة مش جمحة هذي الطويلة صناوبر ولكن صناوبر بري فحجمها صغير زي ما شايفين كل هذي مقويات للذكر انه يتم التخصيب اه للانثى ويكون فيه ان شاء الله انتاج طبعا هذي اللي هو اخر ما تبقى من اكلهم البريقة فيها بيتامينات وفيها اللي هو بروتينات هذي للكتاكيت هنحكي لهم ان شاء الله في فيديوهات ثانية للكتاكيت كيف كنت تسمنوها وتخلوها بصحة جيدة فالمهم الخطوة الاولى قلتلكو انه اتطعموهم الطعام الجيد اللي انا ذكرته عنكم بالفيديوهات الخطوة الثانية اخوان انه اتموهوا يعني اتموهوا كيف اتموهوا تحطوهم في مكان ويكون سابت اه ما تضلكوا تلعبوا في مكان وتحطوهم في مكان لمكان تاني حاجة اتموهوا تحطوا شجرة عند اللي هو القفص على اساس انه لو حد مرق من هان راح من هان حد زعق هان ينطلل ينكلمه الذكر ما ينزعج ويهجم علينا لانه اذا هجم هيصير اللي هو اه يعني انزعج زي من شايفين الذكر فرفوش وحلو لانه اساسا مش شايفني مش شايفني ليش لانه في شجرة هنا مش شايفك عشان الشجرة اه طب قيم الشجرة وشوف نقيم هذا هيك ونقيم الشجرة هيك وشوف ايش دو يسوي نفتح على الانثى شوية ونشوف كيف ايش دو يسوي شايفين كيف صار عدواني شايفين كيف وممكن كمان اللي هو يعودنا تمام اه بالنسبة للانثى فهي وضعت اول بيضة ولسه مش معروفة كم بيضة هتوضع خلنا نشوف البيض اللي تحتيها للتأكيد فقط هيها شايفينها بسم الله ما شاء الله بناش نزعجها اكثر من هيك فهذه اول بيضة وطبعا زي من شايفين هذه هي الحركات اللي بتعملها الانثى اه لما اللي هو اه يتم وضع اول بيضة زي من شايفين حضرت البيضة بكل حنية اه ما شاء الله طبعا فيصل زي من شايفين متحمس متحمس فيصل وبس يا اخوان هذه هي كانت المعلومات اللي انا ممكن اقدملكم اياها اه في تربية هذا اه طائر اه الكوكتيل اتمنى اكون الفيديو عجبكم اطولنا لايك تحت وشجعونا وادقولنا دعوة خير وان شاء الله خير يا اخوان وتنسوناش في الاشتراك في القناة وتنسوناش في الدعم وتنسوناش في التعليقات ولو عندك اي سئلة اتمنى تكتبوا تحت في التعليقات واللي عنده اي اجوبة يرد على التعليقات لانه زي منتعارفين انه انا اه يعني انت عندي كل فترة لما اروح على مكاني بايد عن بيتي على اساس انه انا افتح نت وانزلكو فيديوهات واقدر انه انا اه يعني اطمنوا علي وهيك فالتعليقات مش هقدر ارد عليها لانه وانه بدي انا نزل فيديو ها هياخد وقت كبير وكمان الانترنت ياخوان ياخد فلوس كثير على اساس ان انا افتح نص او ساعة او نص ساعة يعني اعزروني في الاشي هذا لانه انتو عارفين في علاقة غزة حرب بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم وبس حبابي تنور شارك اليوم اغلبت السامة اكثر من الصلاة النبي اذكر الله اذكركم استغفر الله يغفر لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام يا اخوان اشتركوا في القناة